طبعاً في عهود كتير في الكتاب المقدس لكن بيتكلم عن ثلاث عهود رئيسية رسمية في الكتاب المقدس اللي بتخصص الشخص بعلاقته مع الله أولاً أحبائي عهد الختان فالختان ميز قديماً إبراهيم وإسماعيل إنه شعب متميز وميز شعب إسرائيل عن الشعوب الأخرى بعهد الاختتان ثم العهد الثاني أحبائي هو عهد الزواج هذا عهد والعهد لا يكسر الاثنين صاروا في رباط وأصبحوا جسد واحد وطبعاً أكيد حذرت العهد الثالث هو العهد الجديد بدم الرب يسوع المسيح اللي هو عهد الخلاص دخلنا في هذا العهد من خلال ما فعله يسوع المسيح من أجلنا هذا الزواج عهد أحبائي ما هواش عقد بتعرف حبائي لما كتير مرات بحاول أساعد روحياً بعض المشاكل الأسرية والزوجية وكتير مرات يعني من أكم يوم كنت بحكي مع أخت قالت لي هاي العبارة أبوي وخالتي بعوني لزوجي عوزيني خلوا الزواج في العيلة وطبعاً اكتشفت إنه هذا الزواج كان محطم وإلى اليوم عايشة كئيبة وتعيسة أيضاً الزواج ما هواش عقد مش أنت بتدفئ ما واحد بتسلم عليه وبنتك لا 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 فيه تروي فيه قبول فإذا الزواج عهد الله هو الشاهد لأن العقد أنت بتعمل عقد زي بزنس أي شيء والعهد من السهل إنه يبطل أو يكسر لكن العهد أحبائي لا يلغى ولا يبطل ولا يكسر هذا هو الزواج الحقيقي